انا عاوز اعمل عقيقة لبنتي او اتبح لها حاجة فممكن بتمن الدبيحة دي اشتري لحمة من الجزار واوزعها ويكون كده انا عملت لي العقيقة ياردت جاوبني يا دكتور ربنا يبارك لك وربنا يبارك لك ان شاء الله ودايما يبقى اولادك في بركة وفي نور وفي فضل وفي نعمة بص يا ستي انت لأ انت عليك ان انت تتباحي الحاجة اللي انت اشتريتيه عشان تتباحيها وما تشتريش مكانها لحمة من عند الجزار لا انت لازم تعملي تذبحي ومش تشتري بثمنها لحمة ليه لان العقيقة المراد منها هو معاني كثيرة وليس المعنى فقط ان انا اعطي الفقراء ولكن العقيقة مرتبطة شوية في مفهومها بمفهوم الاضحية ان في حد وكأننا بندفع عنه المخاطر والاذى ونطلب له البركة بهذا الذبح كما حدث لسيدنا اسماعيل فاحنا عايزين نفهم ان العقيقة باب من ابواب البركة طيب انا مش عارفة اتبح يعني الامر غير مسألة ان انت مش عارفة تتباحي يبقى خلاص يبقى انت مش مطالبة بهذه العقيقة لانها سنة سنة مؤكدة لكن انت لو قادر تتباحي يبقى خلاص تتباحي ليه لو قادر تتباحي يبقى خلاص تتباحي لان العقيقة هو ده تمام السنة فيها ان احنا نتباح ونقسمها في افضل احوال على نفس تقسيم الاضحية ولعل الرابط بنا وبين الاضحية هو اللي فهمنا ان احنا مش محتاجين نشتري لحمة لكن محتاجين ان احنا نعمل الزبح في العقيقة على نحو المذكور في الاضحية اشتركوا في القناة